واكتشف هؤلاء اليساريين وطبعا الله يرحمه الدكتور رفاة سعيد قال لبعض المقربين الثقات أن مسعد أبو فجر بيتعامل تعامل مباشر مع الموساد الإسرائيلي قولا واحدا أنا حكيت القصة من ساعة ما مش من رفع في الشغف الإسماعيلية في هذه القناة السويس اتقرب من الجماعة اليسار دربوه على مقف الإسماعيلية المرحوم جمال عبد المعتمل وسيد جبالي وبعدين اتقبض عليه لما راح يتظهر أمام قوات حجز السلام راح ودخله رفاة سعيد يتوسط رفاة سعيد عرف القصة وبعد قال لهم ببعيده عنه لأنه على علاقة وثيقة بمين بمين بالكاليسرائيلي بشكله وبآخر ده رفعة ده طيب خليني خليني أروح كل نشاطه كل نشاطه كل كتاباته عنده نزعة غير وطنية نزعة فيها انفصال نزعة فيها بتكلم عن سينة أقولك المصريين يعني بتكلم عن سينة أقول المصريين عمل رواية ألفين وتسعة اسمها طلعة البدن أهي ده الرواية اللي عملها موسى ده بوفاجر وطلحها مشارها عند محمد هاشم دار ميرت وانتو عارفين محمد هاشم ودار ميرت ودورها في 2011 25 ناير كان بيث الثوار بيقول اللي هو محمد هاشم كان فاتح دار ميرت كدار للثوار وكان بيلتقي عنده على الأسواني ومين ومين وده الرواية أنا بسأل بس الناس بقول اقروا الكلام اللي موجود في رواية طلعة البدن بيكلم فيها عن ايه بيقول عمل خلاصته يعني خلاصة القصة والرواية بيقول عمل مقارنة مثل أبو فجر أبو فجر بين بيقول قبل الاحتلال الإسرائيلي لسيناء أثناء الاحتلال الإسرائيلي لسيناء وبعد الاستقلال وبعد انتصار أكتوبر بيقول مقارنة يا سلام على أيام الاحتلال يا سلام زي محمد ناصر ما قال الاحتلال الإنجليزي كان رائع فاكريني الكلام دو فهو محمد مش عمل في الكتاب اللي ناشره محمد هاشم في دار ميرت ورجعوه وأنا مش عارف الناس بتراجع إزاي الروايات والقصص هيقول له الحرية دي مش حرية لا 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 الحرية أقول زي ما انت عايز الحرية ما يجيش في رواية يتكلم فيها ويشيد بالاحتلال الإسرائيلي لسيناء ويهاجم القوات المصرية والجيش المصري والسلطات المصرية ويقول انهما بيعاملوا البدو ويتكلم على البدو المصريين والبدو الإسرائيليين في قلب الكتاب هذا كتاب